السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة ميس مامي التعليمية نهذا يا اصدقائي هنحلوا مع بعض كتاب الاختافي بوك الخاص منها كالنكتاب لس هنحلوا مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة زي ما تعاوننا يا مامي مع بعض علشان تكوني انتي ميس مامي لابنك او بنتك في البيت قبل ما نبدأ جلت يا مامي تعمل ليك للفيديو ما سينسيش الشرك في القناة واتفع علي زر الجرس علشان يصلكم كل جديد يلا اصدقائي نبدأ درسنا مع بعض نبدأ مع بعض بيونة 2 meet my family يعني meet معناها يقابل my اللي بيجي بعدها يا اصدقائي بيبقى خاص بي انا او ملكي انا يبقى قول لابني اللي بيجي بعد my بيبقى خاص بي او ملكي انا لما اقول my family يعني أسرتي لما اقول my bag يقول حقيبتي لما اقول my card يبقى معناها قطتي لما بيجي بعد my بيكون اخاص بي انا او ملكي انا هنا عندي meet my family يعني يقابل عائلتي او يقابل أسرتي هنا عندي بيجي بي بتقول read اقرأ and match اقرأ وصل هنا عندي اول حاجة هو الرد في الصورة بيقول I'm Kareem انا اسمي كريم This is my dad هذا يكون والدي هنوصلها يا اصدقائي بصورة dad عندي بعد كده بيقول This is my mom هذه تكون امي هنوصلها بصورة mom اللي هي الام عندي كمان بيقول I have a sister her name is Sarah انا عندي اخت اسمها سارة هنوصلها يا اصدقائي بكتشلل فيها صورة البنوطة بعد كده عندي بيقول I have a brother I have a brother her name is Faris انا عندي اخ اسمه Faris مثل ما شايفينها اصدقائي هنوصلها بالصورة اللي فوق بعد كده عندي بيزي بي بتقول Look on the read, اقرأ and write, اكتب about كريم عن كريم هنا عندي اول حاجة جاي باختيارات Brother, father, mother, sister Brother اللي هو الاخ Father اللي هو الاب Mother, um, sister اللي هي الاخت عندي number one بيقول This is his father هزه يكون طبعا الاب هو مشاورة على صورة هنا الاب number two This is his sister هزه تكون اخته يبن هنا اصدقائي هو طبعا مشاورة على number اللي هي البنوطة على صورة البنوطة عندي number three This is his mother طبعا هنا هتكون الام هو مشاورة على صورة الام عندي number four هو مشاورة على صورة الاخ هيقول This is his brother هزه يكون اخوه هنتقل يا اصدقائي للبيجي اللي بعده هنا عندي reading قراءة بيزي بي بتقول look on the family انظر للأسرة on the page 16 في صفحة 16 match and say يعني وصل وقول هنا عندي اول صورة دي صورة مام عما وصلها طبعا بالمام بناء على البكشر اللي في بيجي 16 اللي لسه قرينا دلوقتي يا اصدقائي هنا عندي number two طبعا ده برازر بعد كده عندي دي جراند ما عندي كمان number four جراند ما number five عندي sister number six ده برازر وكده المصدقائي هموصلهم كل بكتشر بالكلمة بتاعتهم بعد كده عندي بيزي بي بتقول look and read يعني اقرأ انظر واقرأ يعني look يعني انظر وريد يعني اقرأ who is this يعني من هذا اللي في الصورة اصدقائي شايفينه مين ده هنا طبعا هنقول this is my grand bar هذا يكون جدي بعد كده بيزي بي بتقول look and read يعني انظر وطبع who is this مين ده او من هذه هنا بيقول this is my grand ma هذه تكون جدتي يعني اصدقائي هنطبع هنا النقاط بعد كده المصدقائي بيقول who is this من هازف بعد كده بيقول this is my mom هذه تكون امي بعد كده who is this من هازف هنا بيقول او من هازف هيقول this is my dad هذا يكون ابي عن تقري اصدقائي البلد اللي بعده بيزي بي بتقول find and write يعني اجد واكتب هنا اول حاجة عندي بيقول do you have a sister هل انت معاك اخت ردت عليه وقالت له yes i do ايوه عندي فهو سألها قال لها what's her name اسمها ايه قالت عليه وقالت له her name is Nadia اسمها Nadia يبقى اصدقائي اذا ما شايفيني كده انا مرتبهم باللون الاحمر بعد كده عندي number two هو هي بتسأله بقى بتقوله do you have a sister هل انت عندك اخت هو رد عليها وقال لها no i don't لا انا ما عنديش i have a brother انا عندي اخ رحت هي سألته وقالت له what's his name اسمه ايه رح هو قال لها his name is Walid اسمه وليد بعد كده عندي الأصدقائي بيزي بي بتقول read and circle اقرأ وضع دائرة حوله do you have a brother هل انت عندك اخت طبعا هنا كل واحد هيجاوب على نفسه هنا بيقولك do you have a brother انت عندك اخت ياما تقول yes i do ياما تقول no i don't البعده do you have a sister هل انت عندك اخت هتجاوب برضو yes i do او ممكن تجاوبي no i don't حسب كل واحد فيكم هنتقل البعده هنا عندي bcp بتقول read and match يعني اقرأ وصل هنا عندي اصدقائي جاي مجموعة من الاتجكتف مجموعة من استفاد عندي tall طويل young صغير kind عطوف funny متحق old short خصير هنا عندي picture number one طبعا دي اصدقائي اذا ما شايفينها دي سي معناها kind عطوف يبقى هلكتب عليها number c هو كتبها عندي بعد كده يا اصدقائي number two طبعا دي هتاخد تاخد short ان هي قصيرة زي ما شايفينها short نكتب جان بيها F عندي number three طبعا ده old يعني كبير في السن هناخد number i طبعا الاصدقائي الحديد دي كلها احنا شرحانها في اليونير بتاعها بعد كده عندي number four طبعا دي اصدقائي سورة baby baby طبعا young يبقى هلكتب بي عندي بعد كده اصدقائي number five طبعا ده الولد في الصورة طول طويل عندي اخر حاجة number six طبعا ده funny مضحك يبقى هياخد number d بعد كده عندي bcp بتقول look انظر and read واقرأ ثم point and say بعد كده شاور وقول هنا عندي funny مضحك kind عطوف old كبير short قصير طول طويل يعني صغير هنا عندي او بكشر he is kind هو يكون عطوف محلولا بعد كده هنقول she is short هي تكون قصيرة she is tall هي تكون طويلة طبعا الاجابات اصدقائي دي المعمولة باللون اصفر عندي number four he is funny هو يكون مضحك كده عندي he is old هو يكون كبير في السن بعد كده عندي اخر حاجة he is young هو يكون صغير في السن هنتقل اصدقائي البالجة لبعضهم my family tree شجرة العائلة أو شجرة عائلتي عندي bcp بتقول look انظر read اقرأ and circle وضع ده اقرأ حوله لان عندي اول حاجة this is my هنختار هنا grand bar عندي اوكسر number one دي صورة grand bar اللي هو جده number two انا حلوه مع اصدقائي اذا ما شايفين عشان بس وقت الفيديو number two this is my هنختار هنا grand ma اللي هي تيتا بناءة على البكتشر الموجودة قدامي بكده عندي this is my هنختار هنا aunt this is my brother هزا يكون اخي هنا this is my dad this is my mom this is my cousin this is my sister بعد كده عندي بيزي بي بتقول point and say شاور وقول this is his hair طبعا هنتكلم عن hair بنقول this is his brother this is his sister وهكذا هنتخل اصدقائي للبرجة اللي بعده هنا عندي بيزي بي بتقول look and complete اصدقائي يعني انظر واكمل هنا عندي زي ما شايفين اصدقائي هو جاي في family tree شجرة العائلة هنا عندي اصدقائي بيقول يونس صديقنا يونس ده has an aunt and هو عنده عمه واحدة an aunt وعنده ايه؟ هنا عندي طبعا uncle خال واحد بعد كده عندي بيقول يونس has two يونس عنده two sisters زي ما شايفين اصدقائي عندي هنا في family tree شجرة العائلة بعد كده عندي number three يونس has one يونس عند one a عنده one brother عنده اخ واحد number four هنا عندي يونس has three يونس عنده three a عنده three cousins عنده ثلاثة من الهمة ولاد الاخوات اولاد اللي هو الخال او العم بعد كده عندي بيزي بيب تقول look انظر at the family tree انظر لشجرة العائلة exercise في التمرين read and circle اقرأ وضع دائرة عندي number one do you have two uncles يونس هل انت يونس عندك اتنين من اللي هما الانكل يعني الخال او العم هو رد علي وقال له no i don't طبعا عشان احنا قلنا فوق انه هو عنده aunt واحدة وعنده uncle واحد بعد كده عندي number two do you have two sisters هل انت عندك اللي هي العمه قال له yes i do do you have two brothers هل انت عندك اتنين من الاخوات هنقول yes i do do you have two sisters هل انت عندك اتنين من الاخوات اللي هما البنات قال له no i don't هو ما عندهوش لاي اصدقائي هنا طبعا دي في غلطة هنا عن do you have two sisters هنا هنقول yes i do طبعا هو عنده لانه فوق بيقول يونس has two sisters هو عنده اتنين من الاخوات بكده بيقول do you have three cousins هل انت عندك سريم من هما الولاد الخالة الولاد العام هو طبعا هنا في الجبال طبعا قال yes i do بكده عندي بيزي بي بتقول find and circle يعني اجد وضع دائرة حوله send right ثم اكتب هنا عندي اول حاجة اصدقائي طبعا هنكتب the grand remote عندي كمان cousin dad sister uncle دي اصدقائي الكلمات اللي عندي نقصة هنتقل يا اصدقائي البيتجة اللي بعده people in my family يعني اشخاص في اسرتي او في عائلتي هنا عندي بيزي بي بتقول look on the read اقرأ عن رايد واكتب the missing letters الحروف اللي هي المفقودة او الحروف يعني النقصة هنا عندي brother this is my brother هذا يكون اخي his funny انه مضحك number three this is my cousin مايا هذه تكون ابنة خالي مايا she's young هي تكون صغيرة number four this is my grand reba هذا يكون جدي his tall انه طويل بكده عندي بيزي بي بتقول look again انظر مرة تانية ثم read and circle اقرأ وضع دائرة حوله number one my grand ma يعني جدتي هنقول is tall or is short طبعا جدتي هنقول is tall يعني طويلة my brother اخي has هنقول هنا عنده straight hair زي ما شايفينه اصدقائي بكتر number two عندي number three مايا is هنقول baby زي ما احنا شايفينها مايا is a baby زي ما شايفينه اصدقائي طبعا هي بيبي في الصورة عندي number four my grandpa يعني جدي هيكون طبعا old هيكون كبير في السنة هنتقل اصدقائي البلجي اللي بعده who's in your family مين اللي في عائلتك هنا عندي بيزي بي بتقول read and match اقرأ وصل هنا عندي بتقول i'm nisma this is my family هذه تكون عائلتي احنا هنقرأ يا اصدقائي هنا و هنوصل تمام يا مامي هنا عندي number one my mom is short مامتي و سيارة she has brown hair هي عندها شاعر لون و بني طبعا هو واحد لها الاصدقائي number one number two my dad is tall بابا طويل he has short black hair هو عنده شاع و صايا هنوصلها بي اصدقائي باد number three my sister is a baby يعني اختي طفلة طفلة راضيعة she has brown curly hair هي عندها شاعر لونه كيرلي مموج لونه بني زي ما شايفينها اصدقائي في الصورة عندي my grandpa is old he has grey hair يعني جده كبير في السنة هو عنده شاعر لونه رمادي يبقى اصدقائي هنوصلها بصورة جده فوق number five عندي هنا my brother is young اخويا صغير he has brown hair عنده شاعر بني هنوصلها اصدقائي بصورة الورادي اللي فوق عندي اخر حاجة my grandma is tall يعني تيتا طويلة she has long grey hair هي عندها شاعر لونه رمادي هنوصلها بصورة يا اصدقائي تيتا اللي عندي في الصورة بعد كده بيزي بي بتقول read again اقرأ مرة تانية عن كلام ولون بعد ما قرنا يا اصدقائي هنلون عندي الفيكشورز الموجودة امامي بعد كده بتقول point and say shower وقول عندي مع كده نلتقى البلدجة لبعدهم هنا عندي ده الجزء الخاص بالفونكس بالصوتيات بيزي بي بتقول trace and say تتبع وقول هنا عندي يا اصدقائي sh مع بعض ينطق sh sh عندي ch تنطق ch تش عندي بيزي بي بتقول look on the right اكتب عن say وقول هنا عندي اول صورة ده صورة ship ship ده اصدقائي طبعا سفينة على التب هنا sh زي ما شايفين اصدقائي الاروان اللي بلون برتقاني الحروف اللي بلون برتقاني طبعا ده الاجابات هنا عندي teacher teacher ch تمام عندي مع كده shake hands shake hands shake hands معناها يتصافح او يسلم بالايد عندي هنا الاصدقائي chair chair short short child 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 اللي هي طفلة بعد كده عندي هنا البيزي بي بتقول point and say يعني شاور وقول هنا بيقولك chair chair يعني كرسي هنتقل الاصدقائي البيتج اللي بعدهم اي هيلب ات هوم انا بساعد في المنزل بيزي بي بتقول look انظر and match يعني انظر وصل بعد كده بتقول draw lines ارسم خط هنا عندي اول بيكتشر طبعا زي ما شايفينها الاصدقائي طبعا ده هيلب ماي مام ان داد بساعد بساعد مامتي وبوبايا هنوصلها اصدقائي بالجملة الاخيرة زي ما شايفينها كده عندي بيكتشر نمبر تو طبعا البلونت دي بتعمل ايه make my bed بترتب سريري يبقى هنا الاصدقائي هنوصلها اخر حاجة عندي tidy my toys يعني ينظف او يرتب العابه عندي بعد كده بيزي بي بتقول look انظر read اقرأ and complete واكمل هنا جايب هيلب يساعد جايبها مرة تانية هيلب يساعد make يعني يصنع او يفعل طيدي معناها يرتب هنا عندي نمبر وان اللي بيقول I help at home انا بساعد في البيت بيزي بي بتقول I tidy my toys انا ارتب العابي بعد كده عندي I make my bed انا ارتب سريري I help my mom الداهد انا اساعد ابي وامي هنتقل يا اصدقائي البلجة اللي بعده هنا عندي big families and small families عائلات كبيرة وعائلات صغيرة هنا عندي big كبير small معناها صغير بيزي بي بتقول look انظر ريت اقرأ and match وصل هنا عندي number A my family is small اسراتي صغيرة I have brother انا عندي اخ واحد I don't have sister ما انديش اخوات لا عندي اخوات اولاد ولا عندي اخوات بلاد طبعا عندي اصدقائي بيكشن number 2 بعد كده عندي my family is big عائلتي كبيرة انا عندي اربع اخوات بنات I don't have a brother ما عنديش اخوات ولاد طبعا عندي بيكشن number 3 بعد كده عندي بيزي بي بتقول بعدها ايه لا حاوله اصدقائي في الصورة عندي دي صورة family دي family بتاعت مين؟ بتاعت سامي سامي عنده a big or small family زي ما شايفينهم كده اصدقائهم مكتر يبقى هنقول big family عنده اسرة كبيرة he has three هم عنده ثلاثة ايه؟ three sisters عنده ثلاثة اخوات زي ما شايفينهم عندي في الصورة he doesn't have هو ما عندوش ايه؟ طبعا هم في الصورة ما عندوش brother he doesn't have brother هو ما عندوش اخوات هنتقل الاصدقائي البنج البعض read and circle يعني اقرأ وضع دائرة حوله هنا عندي اول حاجة طبعا دي مقارنة الصفات هنا بيقول that طبعا شايفين هنا داد اصدقائي اطول يبقى نقول that is taller than ليلى يعني بابا اطول من ليلى عندي number two ليلى is هنا طبعا هنقول ليلى is younger than dad يعني ليلى اصغر من عندي number three reem is tall ولا shorter طبعا ريم هنقول يبقى هي shorter than her brother هي اقصر من اخوها number four he is هو يكون older ولا younger than reem هو يكون طبعا ايه طبعا هيكون older هو اكبر من reem بعد كده عندي بيزي في بتقول look and complete انظر واكمل هنا عندي كلمة older وكلمة younger older اكبر younger معناها اصغر هنا بيقول adam is هنقول طبعا older than his sister طبعا adam اكبر من اخته mom mom t is no older than grand ma طبعا الام بتكون اصغر من التيتا او اصغر يعني من اللي هي الجدة يبقى هنا هنكتب younger بعد كده عندي بيزي في بتقول order and write يعني نكتب واكتب هنا عندي اول حاجة is talia taller than طارق يبقى هنا عندي هنترتب يا اصدقائي هو الاول بدء بطارق يبقى هنقول طارق is taller than تاليا يعني طارق هيكون اطول من تاليا كده عندي number 2 يقول younger is than طارق لا تاليا هنقول هنا بدء بطارق يبقى نقول talia is younger than طارق هنتقل يا اصدقائي بيج هل بعضهم هنا عندي اخر حاجة يعني unit review يعني المراجعة عندي هنا بيجي بي بتقول انظر at the family انظر للأسرة on page 16 صفحة 16 اقرأ يعني اقرأ واكتب هنا عندي brother اللي هو الأخ dad اللي هو الأب grand ma theta grand ba اللي هو جده mom sister الأخت هنا عندي اول حاجة this is my grand ma كده عندي this is my grand ba اللي هو جده this is my mom اللي هي الأم بعد كده عندي this is my dad اللي هو الأب this is my brother اللي هو الأخ this is my sister الأخت هذه تكون الأخت يعني بعد كده عندي بيجي بي بتقول point and say shower وقول هنا عندي this is his بيقول لك الأصدقائي بيجي بي بتقول read and write اكتب yes or no اكتب نعم ام لا هنا عندي number one بيقول he is old هو يكون كبير طبعا هنا الأصدقائي طبعا لا يبقى نكتب no number two he is young هو يكون صغير طبعا في الصورة ده مش young ده old يبقى نكتب no number three she is tall هي تكون طويلة طبعا هي هنا عندي tall يبقى نكتب yes number four she is kind هي تكون عطوفة هنا هنكتب yes اخر حاجة عندي بيجي بي بتقول read and match اقرأ وصل هي عندي بتقول do you have a big family هل انت عندك أسرة كبيرة هنا هنقول الإجابة yes i do i have four brothers ايو طبعا انا عندي أرباء أخوات number two does Ali have a brother هل علي عنده أخو أخ يعني هنا هنقول yes he does and he had a sister ايوه وكمان هم عنده أخت what's her name اسمها ايه her name is Maryam اسمها ماريام who is this من هذا هنقول this is my brother هذا يكون أخي وبكدا يا أصدقائي أنا خلصت معاكم الحل الكتاب الأكتيفة الخاص بكل نكتب لاص يونت 2 لو أعجبكم الفيديو لايك وشير وما تنسوش تشكو في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد goodbye